مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي نستطيع الناس وهم سمين همش انما بالنسبة للرومي يجب ان تقول هي بلدي اما بالنسبة للرومي تقريبا بصولة اللي تكون في المغرب كاينين 6 ببساطة ممكن أن نوريهم منكم وتقولو لي تنتم على دراية بها السولة اللي هاتف علي اول واحد ننها اضرو عليه وهو الباب بيون الباب بيون كنقولو فيه التربية الى هاتف يعني بالنسبة.. هو صادق في كل شيء إنما هو صادق أكثر في.. يعني في.. في الدكا بالنسبة للدكا ديما خليوا باب بيون يكون عندكم يكون أصلي تبارك الله هذا الباب بيون راكبر عندي هذا ديروا أنا التزاوج يعني مخليه التزاوج أنتم ما شوفوا الحجم ديالي تقريبا تبارك الله يعني الباب بيون الأصلي هو هذا الباب بيون تبارك الله سلام بي الشكل دياله هنتم كما كتشوفوا كيكون عندو.. هو على اسمه باب بيون لأنه كيكون على شكل فراشة مرسمة له في وجه كما كتشوفوا معايا كيكون عندو هنا يا جيث العين دياله هكا بالكحل كين الأدونين دياله كيكونوا كوحل وكيكون في واحد خط هنا في الظهر دياله وكيكون تباربيش هنا عندو في الوراء دياله بالنسبة للألوان كين فيه ألوان ثلاثة هذا ممكن كين البيض وكين السواد كين واحد النوع أخر كيكون هنا يا بيض وهنا يا صفر يعني هو نيس هو هكا بهذا الشكل إما ما كيكون هنا يا بيض ولكن هاد 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 الزواقة اللي دير بحل الفراشة هي كتكون إما بالكحل إما بالصفر إما بالقري إذن هادوا هما بالنسبة للبابيوم يعني الناس اللي المبتدئين ممكن أنهم غير يشوفوا بالعين يعرفوا أن هذا بابيوم كين السولالة الثانية وهي كتكون شانشيلا شانشيلا يعود هي السولالة اللي صادقة في الأراني بالنسبة للنتوات يعني بالنسبة للمشيل الدكور وإنما النتوات ها هي هادي شانشيلا تبارك الله هادي الشانشيلا الأصلية هادي كتكون بهذا الطريقها هاد اللون هادا هادي كيما كتشوفوا معايا هادي كتسمى شانشيلا هادي كتسمى شانشيلا النيف ديالة كيكون مبزط ما كيكونش مقمقم هاكا وإنما كيكون مفترح محدوكها تكبر هي كيولي نيفة كيولي مبزط ولكن فيها تهية ألوان هاد شانشيلا شانشيلا كين فيها اللون هذا اللون مفضل عندي هو هذا يعني هاد اللون هادا صادق في النتوات كين اللون الثاني وهو الأسود هادا كيتعتبر شانشيلا هادا كيتعتبر شانشيلا لون أسود كين اللون آخر ما عنديش ولكن انا غادي نقول لكم شنو هاداك اللون هاداك اللون هوا غري يعني كيكون كله غري بهذه الطريقة يعني ذكروا معايا كين فيهم شانشيلا فيها ثلاثة الألوان كين هاد اللون هادا كين ما كتشوفوا قهوة صفر مهم مائل القهوة يكون بربش كين هاد اللون هادا وكين هاد اللون الأسود هادا أسود وكين الآخر غري اللون غري هدي بالنسبة للشانشيلا أما بالنسبة ل احنا هضرنا على البابيون واهضرنا على الشانشيلا دفا هدي نهضروا على ال نيوزيلاندي هادا هو النيوزيلاندي هادا نيوزيلاندي هكين ما كتشوفوا معايا هادا وهذا و هادا هو النيوزيلاندي باش كيتميز بالبايات ديالو كيكون الضياد ديالو لامئ تبارك الله وكيكون العيون ديالو كيكونوا حمرين عندما كنت شوفوا من العينين ديالو كيكون اللون ديال العينين احمر هذا ببساطة نيو زيلاندي هذا تاو صادق مزيان ممكن انكم تخليوا في الذكر او النتوة ماشي مشكي النتوة ديالو مزيانة صادقة الذكر ديالو شوية ولكن البابيون حسن منه اذا ذكروا معايا هذا اللون هذا مفيش الوان هو نيو زيلاندي في لون واحد هذا نيو زيلاندي عندما كنت شوفوا رام خبين هيا عندما شوفوا كيباش دايا هذا نيو زيلاندي نيو زيلاندي ابيض الابيض فيكون هو البيض ديالو لامئ وكيكون الاعيون ديالو بطريقة حمر بلون احمر اذا تكلمنا على ثلاثة دابة كين البابيون اللي هو هادا وهادا هادا سوا بابيون انتم ما تشوفو بابيون باين كين شانشيل شانشيلا وكين نيو زيلاندي باقي واحد في الحقيقة رأى انه ما عنديش ولكن قدي نشرح لكم كيفاش دايا كيكون هو كاليفورني كاليفورني كيكون ابيض بحال هكا كله ابيض غي النف ديالو والادوني ديالو اللي كيكونوا فيهم السواد كيكون اسود وما فيش الالوان فيه يعني لون واحد وهو انه يكون ابيض يكون ابيض كامل ولكن داخل فيه السواد في الانف ديالو في الانف ديالو غي هنا اه نعتلكم غي هنا هنا اه والادونين ديالو سوداء والديل ديالو اسود هاداك اسميتو كاليفورني عاود هاداك توا صادق في التربية وما خريبا كلشي صادقين في التربية انما كين البابيون والشانشيلا يعني البابيون في الدكار والشانشيلا في النتوى هادو كيصدقو تبارك الله مزيانين كين واحد السولالة اخرى ولكين قليلة انا عندي هنا ايه ولكين قليلة وهو بابيون وانما هو فرنسي يعني كيكون اه الزواق ديالو الى راحة معايا كيكون فيها غي خط هنا يا رقيق وهاد الزواق ديال ديال هنالعينين ما كتكونش بحالو بحال نقول مثلا هادا شوفو هادا هادا بين ابابيون ولكن سوفو كيفا شدير الزوقة هنا بين البابيون أما هذا عنده غي هنا وعنده خط غير قيوة هذا اسمه البابيون فرنسي ولكن هذه السؤولة قليلة السؤولة التي ستحفظون هما البابيون الشانشيلا نيو زيلاندي الكاليفورني هذو هما اللي تقريبا كنخدمو بيهم احنا في المغرب اذا لكينشي استفسارات انا راه الاشارة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم حركوا اصبعكم وزيدوا التحت وتكيوا لديك الايقونة ديال زر جام باش تسندوني ونزيدوا القدام كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لزر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة